والآن إلى جولة في الصحف العالمية والإسرائيلية حول تطورات الحرب على قطاع غزة نستهل هذه الجولة من صحيفة الفاينانشل تايمز وتخرير تحت عنوان الجيش الأمريكي يضع خطط حال انهيار محادثات وقف اطلاق النار في غزة قالت الصحيفة إن الجيش الأمريكي يستعدوا لاحتمال انهيار محادثات وقف اطلاق النار بين إسرائيل وحماس وسط مخاوف من أن يؤدي فشلها لإشعال صراعاً إقليمي أوسع وفق الصحيفة فأن إدارة جو بايدن ترى أن محادثات وقف اطلاق النار هي المفتاح لخفض التوترات وتجنب حرب إقليمية الشاملة بينما صرح مسؤولون بالإدارة الأمريكية أن الخطط الأمريكية تمت الموافق عليها بنسبة 90% لكنهم اعترفوا بأن النقاط الصعبة لا تزال دون حل أوضحت الصحيفة أن المفاوضات مازالت متعثرة لسيما فيما يتعلق بتفاصيل إطلاق صراح المحتجزين وإصرار نتنياهو على الاحتفاظ بوجود عسكري في محور فلادلفيا رغم طرحاً أكد أنه سيقلص وجود القوات هناك بشكل كبير جاءت إفسي ذحية صحيفة جاروزا لمبوست لهذا اليوم تحت عنوان مع تعثر المحادثات على إسرائيل أن تقبل الانسحاب من محور فلادلفيا قالت الصحيفة أنه مع توقف المحادثات لإطلاق صراح المحتجزين تتمثل العقبة الرئيسية في مطالبة نتنياهو بالاحتفاظ بالوجود العسكري في محور فلادلفيا زاعماً أن السيطرة عليه ضرورية لأمن إسرائيل أكدت الصحيفة أن هناك معارضة داخل الحكومة لبقاء القوات في محور فلادلفيا حيث وصف وزير الجيش شو أفغالانت القرار بأنه غير ضروري وأنه يجب أعطاء الأولوية للتوصل لاتفاق يعيد المحتجزين لديارهم بهذا بالصحيفة عبر مسؤولون أمنيون كذلك عن معارضتهم لاحتفاظ بمحور فلادلفيا معتبرين أن الاحتفاظ بهذا المحور ليس ضرورياً لأمن إسرائيل كما يدعين تنياهو وأن الانسحاب سيتيح الفرصة لإتمام المرحلة الأولى من الصفقة طلعتنا وكالة بلومبرغ بتقرير للكاتب جيمس ستارفريديس تحت عنوان عن فاق حماس تظهر أن الحروب المستقبلية ستخاض تحت الأرض قال الكاتب أنه بعد مرور قرابة العام على العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع بات من الواضح أن مركز الثقل والعنصر الأكثر أهمية ليس الصواريخ أو القوى البشرية التي تمتلكها حماس بل أن مركز الثقل يتمثل في الأنفاق التي حفرت تحت القطاع ومكنتها من تنفيذ هجوم السابع من أكتوبر لفت الكاتب إلى أن الأنفاق تمثل مركز الثقل العسكري والعنصر الأكثر أهمية لحركة حماس حيث مكنت تلك الأنفاق الحركة من تدريب وتجهيز وتنظيم هجماتها بعيدا عن الأنظار وإنشاء ساحة معركة مختلفة تماما عن القطال التقليضي فوق الأرض يرى الكاتب أن أنفاق حماس تظهر أن القوات النظامية تحتاج إلى استعدادات من نوع آخر غير تلك الموجودة على الأرض بالإضافة للاستعدادات النفسية للقتال تحت الأرض وهو أمر ليس بالهيئن ما يصاعب على الجيش الإسرائيلي تحقيق أهدافه المرجوة ينضم إلينا من رمالة عبدالقادر بدوي الباحث بالمركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية أهلا بك معنا عبر شاشة الغد أبدأ معك من مقال الفاينانشل تايمز العنوان مبهم إلى حد ما وكذلك مضمون هذا المقال وفي هذا الإطار أسألك برأيكم سيد عبدالقادر ما شكل هذه الخطط التي يضعها الجيش الأمريكي والتي يتحدث عنها في حال فشل المفاوضات تحياتي لكم في البداية من الواضح أن هذه الخطط الهدف منها هو منع إسرائيل أو كبح جماح إسرائيل في توسيع نطاق هذه الحرب التي تتحول إلى حرب شاملة أو مفتوحة بمعنى مواجهة عسكرية مفتوحة مع لبنان ضد حزب الله أو حتى ضد إيران هناك خشية لدى الإدارة الأمريكية من أن يقوم نتنياهو بطوريط الولايات المتحدة في مثل هذا الصراع التي لا تريده في الوقت الحالي هي ترى بأن الفترة الحالية هي فترة تركز فيها على الاستحقاق الداخلي الانتخابي في ظل المنافسة الشديدة بين المرشحة الديمقراطية والمرشحة الجمهوري وبالتالي الإدارة الأمريكية حذرة من مثل هذا السيناريو وتخشاه ولذلك منذ البداية منذ السنة من أكتوبر دفعت باتجاه إدخال جانس وآيزين كوت إلى كابينت الحرب وهي أيضا معنية اليوم في شخص يقاف جلاند كوزيرا للحرب أو وزيرا للجيش ولا تريد بنيمين نتنياهو إقالة وبمعنى هي تريد أن تحافظ على كوابح حتى داخل القرار الإسرائيلي أو داخل مطبخ القرار الإسرائيلي لأنها تعلم تماما أن نتنياهو مستعد لأن يفعل أي شيء من أجل غسل عار السابع من أكتوبر وتتويج نفسه بوصفه ملك الأمن في إسرائيل أو سيد الأمن في إسرائيل هكذا كان يعتبر نتنياهو نفسه على مدار أكثر من عقد ولكن السابع من أكتوبر سجل هزيمة كبيرة في تاريخ بنيمين نتنياهو السياسي والعسكر والأمني وهو بالتالي ربما سيذهب بعيدا في مثل لو فشلت نفوضات الصفقة ويتمنى حتى بنيمين نتنياهو أن تتوسع هذه المواجهة ليتم تدمير إيران وتدمير حتى حزب الله ليسجل في التاريخ بأن نتنياهو هو من استطاع أن يستهدف أو حتى يقضي على كل المخاطر أو بين مزدوجين الأعداء لإسرائيل وهو من أصحاب فرضية أن إيران هي المشروع الذي يشكل خطر حقيقي على إسرائيل وبالتالي يريد أن يذهب بهذا الاتجاه لكن الحسابات مختلفة الداخلية والخارجية وحاجته للإدارة الأمريكية والولايات المتحدة الأمريكية من ناحية الدعم السياسي والعسكري والأمني هي من تلعب دورا رئيسيا في منعه لغاية اللحظة وبالتالي أعتقد أن كل هذه الخطط تتمحور حول منع توسع الحرب لتشمل الجبهة الشمالية بمعنى مواجهة مع حزب الله أو حتى إمكانية تدحرجها لتصبح مواجهة شاملة بين إيران وإسرائيل تعلم الولايات المتحدة الأمريكية أنها ستكون في هذه اللحظة مضطرة للدفاع عن إسرائيل وحتى مهاجمة إيران من أجل منعها من مهاجمة إسرائيل وبالتالي أعتقد أن الإدارة الأمريكية تدفع أكثر اليوم باتجاه ربما تقليص الحرب دعيني أطلق عليها وليس إنهاء الحرب بمعنى الدفع باتجاه تهديئة مؤقتة إبرام مرحلة أولى من الصفقة ومن ثم التفاوض على مراحل أخرى من أجل تهديئة جبهة القتال في قطاع غزة وليس إنهاء الحرب ويتعتقد أن هناك أشكال أخرى يجب على إسرائيل أن تفاعلها مثل الأشكال السياسية وهذا الحديث عن اليوم التالي لتتويج كل الانتصارات بين مزدوجين العسكرية التكتيكية التي حققها الجيش بين هلالين بانتصارات سياسية وبشكل سياسي يضمن عدم وجود حركة حماس في الحكم في قطاع غزة أو أن لا تشكل تهديداً ضد إسرائيل أو على إسرائيل في المستقبل القريب والبعيد لإبرام هذه الصفقة والتوصل إليها النقطة الأساسية والعقبة من أبرز العقبات اليوم نتحدث عن محور فيلادلفيا نرى اليوم الجيروزيلم بوست التي تقول ما تعثر المحادثات على إسرائيل أن تقبل الانتحاب من محور فيلادلفيا تذكر عدد من الشخصيات الأمنية في الداخل الإسرائيلي التي تقول أن محور فيلادلفيا ليس أساسي لأمن إسرائيل تضحض الرواية التي يقولها النتنياهو برأيكم هل من الممكن أي شكل الضغط الداخلي فعلياً ضغط على نتنياهو ليغير من وجهة نظره هذا؟ يعني صحيح وربما نتنياهو قد تناول هذا الأمر بدكاء أتحدث هنا عن محور صلاح الدين أو محور فيلادلفيا نتنياهو تشدد في الاحتفاظ بهذه المنطقة بهذا المحور ودعا الكابنة التخاذ قرار في الأمر لكي يقيد نفسه أمام حتى شركاء الحكوميين وبالتالي أصبح نتنياهو غير قادر حتى على التراجع أمام جمهور اليمين بعد كل التصريحات والمؤتمر الصحفي الذي عقده وأكد أنه لن يتنازل عن هذه المنطقة نتنياهو يعتقد أنه باحتفاظه بهذه المنطقة يضغط على حركة حماس للاستجابة وإبداء مرونة وحتى تنازل وقبول ربما بعض الشروط الغير مقبولة على حركة حماس من خلال اعتباره كأصول في المفاوضات وحتى في حال قرر التنازل عن ذلك لاحقا أمام الإدارة الأمريكية هو لن يتنازل عن المحاورة الأخرى بمعنى سيصور بأن التنازل الكبير الذي قدمه نتنياهو هو في ملف محور صلاح الدين محور بلادلفيا ولن يتنازل في قضايا أخرى مثل محور نتسريم ووضع آليات للتفتيش لكل العائدين من الجنوب إلى الشمال بالإضافة إلى مسألة الأسرة وأعداد الأسرة وأسماء حتى الأسرة التي تريدهم حركة حماس وبالتالي نتنياهو وضع العقبة الكبرى في الشرط الأول شرط محور صلاح الدين لكي أولا يدفع حركة حماس للقبول بهذا الشرط في حال لم تقبل حركة حماس وتعظم الضغط الدولي وتحديدا ضغط الإدارة الأمريكية إذا كان جادا وفعالا سيتنازل في هذه المسألة ربما سيقبل شكلا معينا أو تخريجا معينة من قبيل تقليل وجود القوات أو الاحتفاظ ببعض النقاط والانسحاب منها في نهاية المرحلة الأولى أو حتى في المرحلة الثانية ربما هذا التنازل الذي سيقدمه نتنياهو على أنه التنازل الوحيد وبالتالي لن يتنازل في مسائل أخرى هو يتعامل مع هذا الأمر بذكاء لكن من ناحية أخرى هناك العديد من الأصوات في إسرائيل ليس فقط على صعيد المحللين والمراسلين وإنما أيضا على صعيد المستوى السياسي والعسكري هناك العديد من التصريحات التي صدرت والتي تفند كل الرواية التي ساقها نتنياهو فيما يتعلق بمحور صلاح الدين هناك تصريحات مثلا وزير الجيش يؤاف جلانت التي استم تسريبها من اجتماع لجنة الخارجية والأمن في الكنيسة قال جلانت بشكل واضح أن كل الأنفاق التي عثرت عليها إسرائيل هي أنفاق قديمة وهي تالفة وربما غير صالحة للاستخدام ومنذ سنوات طويلة لم يتم استخدامه وهذا يفند مزاعم نتنياهو بأن هذه المنطقة وهذا المحور يشكل أكسجين لحركة حماس ويتم تهريب الأسلحة منها بالإضافة إلى أن الجيش الإسرائيلي أقر بالفعل أن أكثر من 90% من الأسلحة التي يؤثر عليها في قطاع غزة هي محلية الصنع وبالتالي كل الإدعاءات التي يسوقها نتنياهو هي فقط من أجل التشدد والاحتفاظ بهذه المنطقة كأصول للتفاوض وعن خلال المفاوضات وكسب الوقت وعدم تقديم تنازلات أخرى سيد عبدالقادر دعنا ننتقل إلى بلومبرغ مع هذا المقال أن أنفاق حماس تثر أن الحروب المستقبلية ستخاد تحت الأرض برأيكم هل هذا يعني أنه يمكن أن نشهد تغير لموازين القوى في الحروب المستقبلية؟ هذا صحيح وهذا أحد أشكال الحروب الجديدة هكذا يطلقون عليها على الأقل في الأدبيات المستحدة والتي يتم تحديثها باستمرار فيما يتعلق بالحروب هناك شكل من الحروب الجديدة التي تواجه فيها الجيوش التقليدية جيوش غير تقليدية أو جيوش غير نظامية بمعنى تواجه منظمات أقل من دول لكنها تمتلك وسائل تحارب فيها الجيوش التقليدية على نمط حرب الإصابات تستخدم العديد من التكتيكات والوسائل بما في ذلك الأنفاق الحرب في قطاع غزة تشكل اليوم بالفعل واحدة من النماذج الحديثة للحروب الجديدة وأعتقد أنها ستشكل حتى مصدرا للدراسة من كافة الكليات والمعاهد الحربية والعسكرية بالإضافة إلى أن كل الجيوش حول العالم تحاول الاستفادة اليوم من كل هذه الحرب بمعنى استخلاص العبر والدروس وحتى شركات تطوير الأسلحة والتقنيات الأمنية والعسكرية تلجأ باستمرار إلى تطوير وسائل جديدة في كل حرب تندلع في العالم الحرب في قطاع غزة دفعت الشركات إلى محاولة الذهاب لبحث كيفية التغلب على الأنفاق في حال واجهت الجيوش مثل هذا السلاح كيف تتغلب عليه لغاية اللحظة واضح أن حركة حماس بالفعل استطاعت أن تعيق وتحبط كل مساعي إسرائيل للانتصار في هذه الحرب من خلال استخدام جيد والاستخدام حتى الأمثل لسلاح الأنفاق هذا حالة دون إمكانية القضاء عليها كما توعدت إسرائيل وبالتالي أعتقد أن هذا الشكل من الحروب وهذا النمط من القتال سيدرس في كل الكليات والمعاهد الحربية حول العالم بالإضافة إلى أن شركات الأسلحة وتطوير التقنيات ستلجأ لتطوير تقنيات لتغلب على مثل هذه الوسائل سيد عبدالقدر تفضل بالبقاء معنا نستكمل هذه الجولة ونعود إليك إلى صحيفة دعوت أحرونوت والتي نشرت تقريرا تحت عنوان خطة الجنرالات تهجير شامل وحصار عسكري لشمال القطاع تناولت الصحيفة خطة جديدة نشرها منتدى الضباط الأحتياط وتتألف من مرحلتين تغضي الأولى بتهجير السكان في شمال القطاع وتحويله لمنطقة عسكرية مغلقة وتدعو الخطة لاحقا إلى تطبيقها في مناطق أخرى من القطاع قالت الصحيفة أن الخطة التي أطلق عليها اسم خطة الجنرالات ستتضمن التركيز على العمليات العسكرية شمال القطاع وقد أشرف على الخطة رئيس شعبة العمليات الأسباق الجنرال في الأحتياط جيورا أيلاند أضفت الصحيفة أنه سيتم فرد حصار عسكري كامل على هذه المنطقة ما سيشعل الخيارات محدودة أمام مقاتلي حماس أما الاستسلام أو الموت على حد قولها جاءت افتتاحية صحيفة هارتس لهذا اليوم تحت عنوان على طريق الضم إسرائيل تحول الضفة الغربية إلى غزة قالت الصحيفة أن إسرائيل قررت تحويل الضفة الغربية إلى نسخة أخرى من قطاع غزة حيث تستخدم نفس الأسليب ونفس الأسلحة والأهداف كذلك متشابهة مشيرة إلى أن نتائج ذلك لن تتأخر فقريبا ستستيقض إسرائيل على غزة جديدة لكن هذه المرة على حدودها الشرقية بما يحمله ذلك من تدعيات ذكرت الصحيفة أنه منذ اندلاع حرب غزة غيرت إسرائيل سياستها حيث كانت الخطوة الأولى هي الإغلاق الكامل وإلغاء جميع تصريح العمل في إسرائيل وتقييد حرية الحركة ما حد من الوصول إلى أماكن العمل داخل الضفة الغربية وتفاقم الوضع الاقتصادي بشكل أكبر أكدت الصحيفة أن الجيش بدأ استخدام أسليب قطالية جديدة بعضها كان يستخدم حتى ذلك الحين فقط في غزة ولبنان مضحة أن السياسة الجديدة لإسرائيل تتعلق في جوهرها بتسريع ضم الضفة الغربية ينضم إلينا من رمالة مجددا عبدالخادر بدوي البحث بالمركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية أتوقف معك عند مقال هارتس وكل الأحديث التي تدور اليوم حول إمكانية تحويل الضفة الغربية إلى غزة جديدة وهو ما يطالب به بن كفير برأيكم هل ينجح بإخناع نتنياهو بذلك وهل يتم السير بهذا المخطط فعليا برأيكم يعني هذا صحيح وبعيدا عن التصريحات أو ربما التقارير ما تشاهده الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبا في الحقيقة هو حالة حرب وإنما حالة حرب ربما منخفضت الوتيرة مقارنة بقطع غزة لكنها بالفعل هي ساحة حرب فعلت فيها إسرائيل كل الوسائل العسكرية ربما غير المسبوقة منذ العام 2005 من قبيل الإغتيالات والاكتحامات وحالة الاستباحة غير المسبوقة التي تعيشها كل مناطق الضفة الغربية بما في ذلك المناطق المصنفة ألف وفق التقسيم الإداري لاتفاق وصله بالإضافة إلى حملة الاعتقالات التي طالت ربما قرابة عشرة آلاف فلسطين أو حتى أكثر تقطيع واصل الضفة الغربية كل ما تعيشها الضفة الغربية من خناق عسكري وأمني واقتصادي هو وضعها بالفعل في حالة حرب بالإضافة إلى اتحام المدن والمخيمات وتحديدنا في شمال الضفة الغربية كما شاهدنا على مدار الأشهر الماضية هناك بالفعل توجه لدى هذه الحكومة اليمينية وحتى ربما لدى المشروع الإسرائيلي برمتها المشروع الصيوني وصل إلى نقطة ربما لا يمكن العودة عنها فيما يتعلق بالفلسطينيين وتحديدنا المسألة الفلسطينية بمعنى التصور الذي كان قائما قبل السابع من أكتوبر لا يمكن أن يظل قائما أو لم يعد صالحا في المستقبل القريب لأن تناقضات المشروع الصيوني الداخلية مرتبطة بشكل أساسي بمستقبل الأرض المحتلة ومستقبل الفلسطينيين هناك دفع من قبل جمهور أو تيار الصيونية الدينية لتغيير كل الحكم وشكل الحكم والسيطرة في الضفة الغربية وبالفعل سموتريتش ينجح في هذا الأمر في العديد من المناصب المتعلقة سواء بقيادة المنطقة الوسطى في الجيش أو حتى فيما يتعلق بالإدارة المدنية وعملية الضم الزاحف وتحويل نظام الحكم من الحكم العسكري إلى الحكم المدني بشكل يتبع للوزارات الإسرائيلية كمقدمة نظرية للضم بعد أن يتم اتخاذ خطوات فعلية على الأرض وبالتالي شكل الإدارة للضفة الغربية العسكرية اختلف تماما بعد السابع من أكتوبر انتهى الوقت المخصص لنا وصلت الصورة شكرا جزيلا لك من رمالة عبدالقادر بدوي الباحث بالمركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية